بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتنا الكريمات اليوم سنقدم طريقة صنع كريم الليمون كريم الليمون مفيد جدا للبشرة يغذي البشرة جدا ويعطيها بياض حقيقي زائد يزيل الحبوب التي على الوجه يبرد الوجه البشرة كلها يبردها يرطبها إذا في فطور التهابات مشاكل بالبشرة يزيلها خليني نبدأ على بركة الله طريقة صنع الكريم كاملا من إلى وبالتفصيل عندي ملعقة واحدة من الميزينة أو النشا المكون الأول الآن نرى المكون الثاني المكون الثاني هو ماء الورد ماء ماء ورد طبيعي أصلي سأحتاج منه إلى تقريبا أربع ملاعق هذا ماء الورد ممكن أن تضعي ثلاث ملاعق لن ينه ما في مانع أبدا أنا سأستخدم حوالي تقريبا ثلاث ملاعق من ماء الورد من ماء الورد هذا الذي عرضته قبل قليل دعينا نرى الآن المكون الثالث عندي المكون الثالث كما تشاهدين نصف ليمونة نصف ليمونة صفراء حامضة يمكن زيادة أكثر قليلا أو أو مثلا أخذ ثلاث أربع حبة ليمون كبيرة ما في مشكل إن شاء الله تعالى احتاج إلى أدوات أخرى للعمل سأحتاج إلى ملعقة معدنية للتحريك سأحتاج إلى وعاء لأقوم بمسج الأدوات المواد فيه به و وضعها على النهر سأأخذ أولا هذه هذا المكون سأضع الميزينة أو النشا فيه ثم سأضيف الليمون لا نضيفه الآن بل نضيف ماء الورد ثم نبدأ بالتحريك قليلا قبل العمل نبدأ بالتحريك البطء حتى نحاول التذويب أكبر قدر ممكن مع ماء الورد إذن لا نضع الليمون بالأول ونضع بالأول الميزينة أو النشا ثم نضع معهم ماء الورد ونبدأ بالتحريك بلطف حتى نمزج المكونات بشكل جيد وبهدوء رئيس ما تذوك الآن قمت بإذابة المكونات تماما وسأقوم بوضع عصير الليمون على عصير نصف الليمون أو أكثر لا لا مانع على الخلطة كما ترين أصرها بشكل جيد وأنا أحب كل شيء أن يكون طبيعي جدا ولا أحب التكلف نهائيا نضيف عصير الليمون إذا أردت إذا أردت أعطي هذا الكريم لون أصفر بإمكانك أن تبشري القشرة إذا أردت لون أصفر بإمكانك أن تبشري هذه القشرة وتضعيها ناعم جدا وتضعيها معهم فيعطيك لون أصفر جميل جدا جميل جدا أكثر من المطلوب وحاول إضافة أكبر قدر ممكن من الليمون من هذه من نصف الليمونة بحيث يعني أستفيد من كل قطرة فيها الآن سنقوم بمرحلة مهمة جدا سأضع المكونات على النار مع التحريك المستمر بدون توقف نضع على النار ونبدأ بالتحريك بشكل مستمر بدون توقف بدون توقف على نار هادئة جدا جدا كما تشاهدين سيدتي الكريمة العمل يتم بهدوء وبدون أي مشاكل ولا يحتاج جهد كبير منك ولا يحتاج أموال طائلة بل فقط مواد كلها موجودة في البيت الآن كما ترين بعد إضافة قشر الليمون صار لونه هكذا وهذا لا يكفي يجب أن أجعله يتماسك أكثر ولذلك سأستمر بالتقليب على النار حتى يصير مثل الكريم تماما ولذلك لن أتوقف وسأتابع العمل على النار بهمة ونشاط حتى أحصل على نفس الكريم ما زال لين الآن ما زال لين يجب أن يصير مثل الكريم سأتابع الآن المزيد من طهي هذا الكريم حتى يصير كريم الآن أخت الكريمة سيدتي الفاضلة صار عندي كريم حقيقي كريم تليمون أو بعض الناس يقولون عنها زبدة الليمون والحقيقة المسمى واحد تقريبا ولكن زبدة الليمون تختلف تختلف وهذا نستطيع أن نقول عنه كريم الليمون الآن سأتركه يبرد قليلا ثم سأضعه في وعاء زجاجي جميل جدا وأستخدمه يوميا للوجه لتبييض الرهيب للوجه والإزالة البثور إلى آخر الآن سنضعه في قارورة ونتابع الحديث سوية الآن صار لدي كريم اليمون المنعش للبشرة الذي يقضي على كل البثور والحبوب في الوجه ويزيل كل مشاكل البشرة بإذن الله زائد يعطي رطوبة رائعة جدا للبشرة زائد زائد يجعلها مشرقة نشيطة ويجعلها جميلة جدا هذا الكريم هذا الكريم بإمكانك سيبقى عدة أيام تستخدمينه وأنت لا تكثري أعملي كمية صغيرة فقط صغيرة مثل هذا بهذا الحجم بإمكانك أن إذا أردت بيعه أن ترجي الوعاء بهذا الشكل ثم تقومين بتغليفه بالشكل المطلوب الآن صار عندي كريم حقيقي كريم حقيقي انظري عندك الآن كريم حقيقي رائع جدا تستخدميه للتجميل أريد أن أنوه أخواتي الكريمات بإمكانك بإمكانك أن تضيفي بإمكانك أن تضيفي بدل قشر اليمون بإمكانك أن تضيفي يعني برأس يعني مقدار حبة عدس مقدار حبة عدس أو حبتين عدس من الكركم يعطي هذا لكريم قوة وفائدة أكثر ويعطيه لون جميل جدا مثل هذا اللون أبو عبد العزيز كان معكم إذا عجبك الفيديو حطيني لايك وإذا ما عجبك حطيني طوز لايك والله يعوض علينا أبو عبد العزيز كان معك شكرا شاركي الفيديو بالواتس أب وفيسبوك وتابعي تصفحي قنواتنا لمشاهدة المزيد من الوصفات الضخمة والرائعة جدا ميح سي شكرا ترجمة نانسي قنواتنا